هنسمع كتير جدا وهيتكرر على مسامعنا الكلام اللي خص المناخ العالم الجديد التنمية المستدامة تطورات خص إدارة العالم بإدارة الموارد العالمية بشكل جديد وشكل اللي التعاون بقى مفروض علينا في كل بلاد العالم وعلى خلفية الحتمية الجديدة لأنه درجة حرارة الجو تغيرت لأنه مصادر الطاقة كمان في خلال التلاتين أو ربعين سنة اللي جايين كمان هتتغير ولأنه كل ده مرتبط بخطة التنمية المستدامة مش بس اللي احنا هنا في مصر نتكلم عنها كتير دايما نتكلم عن خطة عشرين تلاتين وعشرين خمسين مثلا لكن العالم كله محتاج أنه يوحد الجهود وعلشان كده هنلاقي أنه فيه كتير من قمم المناخ وقمم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من بين هذه القمم القمة التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قمة المحيط محيط واحد وقمة محيط واحد هي واحدة من الفعاليات العالمية الكبرى منعقدة في مدينة براست الفرنسية الهدف من القمة دي هو إعادة صياغة التزامات جديدة ما بين الدول المشاركة التزامات جديدة لما يسميه العالم الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق ببساطة الحفاظ على البحار والمحيطات والموارد بتاعتها دراسة كل هذه التفاصيل الخاصة بإدارة الموارد المائية وكمان إزاي الدول تكون فاعلة في التأثير أعتقد أنه كلمة الرئيس النهاردة كانت في هذا الشأن تحديداً لما اتكلم وقال أنه البحار والمحيطات تمثل 70% من مساحة كوكبنا وبتربط بين شعوبنا وبين ثقافتنا اتكلم سيادة الرئيس عن أنه بتربط ان بحار والمحيطات مش بس هي مصدر الغذاء البحري لكنها أيضاً جزء من حركة التجارة والملاحة الدولية وأيضاً هي محفز حقيقي لنشاط الاقتصادي والازدهار مجتمعات ودول بأسرها الرئيس تتكلم كمان عن الجهود التي تقوم بها مصر فتحدث عن وعي مصر الجيد جداً ولأهمية الحفاظ على الموارد المائية تتكلم عن البحرين الأحمر والمتوسط وموقع مصر ومساهمة وجود البحار اللي بتحيد بمصر في حضارة مصر اللي كل العالم يعرفها الرئيس كمان تتكلم عن قناة السويس واللي ساهمت وما زالت بتساهم في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممارات الملاحية في العالم النهاردة على هامش هذه القمة الكبيرة واللي فيها دول كبرى ورؤساء وزعماء من الدول الكبرى قمة محيط واحد